هنا سيولد سؤال ألا تعتقد أنه من الممكن أن نسمع قريبا أن نتنياهو يمكن أن يقول أن هذه الحرب هي حربا دينية مقدسة كما قال أبوش من 2003 حينما احتل العراق عندما قال أنها حرب دينية زين وطلع السيد بوش مكلف من السماء بقيادة هذا الحرب تعتقد سنصل إلى هذا المنطق سيقولها لنا نتنياهو لا يعني لا أتصور بهذا البعد على رغم أنني لا أستبعده لكن بالنهاية الخطة الإسرائيلية هي تركز بشكل كبير جدا على إيجاد مساحة أو منطقة آمنة مثل ما شرت سابقة وبالتالي الآن يعني في قضية الحرب سواء في غزة أو حتى مع حزب الله وفيما بعد قد تشمل جغرافيات أخرى أنا من وجهة نظري هي تستهدف إيران وأذرعها لأنها تعتقد تل أبيب هنا أتحدث من أن إيران وحلفائها في المنطقة مصدر قلق كبير جدا وأيضا خرق بالنسبة لأمنها القومي لا أتصور من أنها قد ترفع شعارا دينيا بقدر ما أن الترتيبات الأمنية وحتى قضية محاولة الاستعطاف الخارجي هو من سيكون حاضرا من الصعب جدا لأن في ذلك فيها يعني حسابات أيضا إسرائيل لا أتصور من أنها تريد أن يعني تدفع بهذا العامل لأنه بالنهاية سيكون المسلمين أمامها وهذا أنا أعتقد فيه حسابات كبيرة جدا لذلك الآن إسرائيل كل المؤشرات وهذا هو الواقع هي تركز على إيران وحلفائها بالتحديد ترجمة نانسي قنقر